في الطريق إلى عدن تسير هذه المركبات التي تحمل آليات عسكرية جديدة الأنباء الواردة من حضر موت قالت بأن قوة عسكرية كبيرة أتت من السعودية مكونة من عربات ومصفحات سلكت الطريق المؤدي إلى مدينة عتق بمحافظة شبوى في طريقها إلى عدن القوة العسكرية الجديدة تعد الثانية فقبل أسبوعين شهدت قوات سعودية تمر عبر الطريق الساحلي لمحافظة حضر موت في طريقها إلى عدن ولم يصدر أي حديث رسمي سعودي أو يمني عن هذه القوات وطبيعة مهامها ربط البعض وصول القوات السعودية بزيارة وزير الداخلية أحمد الميسري إلى الرياض وهي الزيارة التي وصف الميسري نتائجها بالطيبة مشيرا إلى انفراجة في كثير من الملفات الأمنية والعسكرية وهو ما جعل مراقبين يضعون الدفعتين العسكريتين السعوديتين في إطار تفاهم غير معلنة بين الحكومة والمملكة تريد الحكومة وفق مصادر دبلوماسية ملء الفراغ الذي خلفه قرار الإمارات تخفيض قواتها في اليمن بينما أرجع محللون تعزيز الرياض لقواتها العسكرية بعدا إلى خطة التحالف الجديدة الرامية إلى إعادة الانتشار داخل المناطق المحررة في يونيو الماضي أعلنت الإمارات تخفيض قواتها العسكرية في الوقت الذي صرح بعض مسؤوليها عن انتهاء الحرب في اليمن وهو ما خلق الكثير من التكهنات حول مصير الحرب مع ميليشيا الحوثي وشهدت اليمن بعدها موجة من الفوضى ضربت عدنة هجوم على معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني تبنته ميليشيا الحوثي وآخر على مقر لشرطة العسكرية تلتها عمليات ترحيل قسري لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية واتهم يمنيون الإمارات برعاية هذه الفوضى بهدف فرض واقع التفتيت والتقسيم